بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين عزائي عزيزتي التلاميذ والتلميذات المستوى الرابع ابتدائي مرحبا بكم إلى حصة جديدة من حصة اللغة العربية حصة هذا اليوم تتعلق بمكون التعبير الكتابي التلخيص الجزء الأول سنقوم في هذه الحصة إن شاء الله بحناول النص الوظيفي الراديو والتلفاز والسينما الصفحة 45 سنقوم بتلخيصه وكذلك نجيب عن أسئلة قرأوا وأفهموا ثم أخططه ثم نكتب بعد ذلك مسودة أي سنكتب محاولة نعم لتلخيص النص في مسودة إذن على بركة الله نبدأ في السؤال الأول ألخص النص الوظيفي الراديو والتلفاز والسينما الصفحة 45 إذن نكتب تلخيصا نعم لهذا النص الوظيفي إذن كتابة التلخيص يجب عليكم أولا أن تقرؤوه جيدا قراءة معبرة وتفهموه جيدا تصنفون فقراته الفقر الأولى والفقر الثانية الفقر الثالثة ثم الفقر الرابعة تضعون ملخصا لمختلف الفقرات بعد ذلك تستعملون أدوات الربط بين هذه الملخصات وأخيرا ملخصا صغيرا تنجزون عدة محاولات تكتبون جملا عن مستقات من المعنى العام للنص تلخصون كل فقر على حدة بعد ذلك تستعملون أدوات الربط للربط بين هذه الملخصات ثم تنجزون ملخصا شاملا وكاملا للنص إذن أنا هنا كتبت ملخصا صغيرا اعتمدت فيه كذلك على الطريقة التي نعم شرحت لكم وهي تلخصون كل فقرة على حدة بعد ذلك تربطون بين الأفكار والجمل لتحصلوا على مخصا شاملا للنص إذن الملخص هو كالتالي إذن ملخص نص الراديو والتلفاز والسينما ماذا نقول كمقدمة مثلا تلعب وسائل الاتصال أدوارا مهمة في توعية الناس إذن نقصد هنا بوسائل الاتصال هي الراديو والتلفاز والسينما تلعب وسائل الاتصال أدوارا نعم تلعب تلعب وسائل الاتصال أدوارا مهمة في توعية الناس ونشر العلم والمعرفة حيث صارت مصدرا مهما للترفيه والثقافة شكل الراديو في بداية ظهوره مصدرا مهما للتوعية والثقافة واحتفظ بمكانته حتى بعد ظهور السينما والتلفاز لأن الناس أصبحوا بإمكانهم الاستماع إليه وهم يقومون بأعمالهم إذن كما تلاحظون هنا أنجزت ملخصا صغيرا للفقرة الأولى كانت السينما في بداية ظهورها صامتة حيث أن الأفلام والأشريطة كانت ترافقها عبارات كتبت أسفل الصورة للتعبير عنها وبعد مدة صارت ناطقة هناك ما تلاحظون هذه فقرة نعم ملخص صغير للفقرة الثانية أما التلفاز فقد جاء بالصوت والصورة منذ البداية مما أدى إلى تنوع وتعدد البرامج فصارت تلعب دور المدرسة والجامعة والمسرح إلى آخره في توعية الناس وتبقيهم وهكذا باتت وسائل الاتصال الثلاث قنوات لنشر العلم والمعرفة والثقافة والفن بين الناس إذن هنا تلاحظون أنني ركزت أو وضعت ملخصا صغيرا لكل فقرة على هدى ثم ربطت بين هذه الملحصات لأحصل على نص متكامل ومنسجم لنص تم تنجزون ملخصا بطريقتكم شرط أن تحرصوا على كتابة جمل مفيدة نعم وتتجنب الأخطاء الإملاء إياه الأخطاء في الأسلوب الأخطاء في التركيب إلى آخره الآن ماذا لدينا في أقرأ وأفهم لاحظوا معي السؤال الأول أقرأ نص الرادي والتلفاز والسينما قراءة صامتة لماذا نقرأ القراءة الصامتة هنا إذن نقرأ القراءة الصامتة لكي نجيب عن الأسئلة الموالية إذن تقرؤون النص قراءة صابتة نعم متأملين معانيه ومتأملين كذلك المعاني معاني كل فقرة على حدة حتى تتمكن من إنجاز ملخص صغير لكل فقرة أو وفهم المضمون كل فقرة ثانيا ما الوسائل التي تحدث النص عنها إذن هنا هذه السؤال الأول يساعدنا على الإجابة على بقية الأسئلة كما قلت لكم إذن ما الوسائل التي تحدث عنها النص إذن ماذا نقول السؤال الثاني كما تلاحظون هنا إذن الوسائل التي تحدث عنها النص هي وسائل الاتصال السمعية والبصرية أي هي وسائل الاتصال بمعنى نقصد بها هنا الراديو التلفاز ثم السينما وهي تنقسم إلى وسائل الاتصال السمعية ثم بصرية ماذا نقصد بالسمعية؟ نقصد بها الراديو أو المذيع والبصرية نقصد بها التلفاز والسينما السؤال الثالث ماذا يقول؟ أرتب الوسائل الثلاث حسب تواريخ اختراعها إذن تواريخ اختراع هذه الوسائل أو الراديو والسينما والتلفاز نعم نستخرجها من النص ما هي وسيلة الاتصال؟ الأولى ثم الثانية ثم الثالثة دائما نستخرجها من النص الصفحة خمسة وأربعة إذن ثالثا كما تلاحظون ترتيب وسائل الاتصال إذن أولا حسب النص هنا جاء الراديو جهاز الراديو هو أول من اخترع كوسيلة من وسائل الاتصال ثم جاءت بعده السينما ثم بعد ذلك جاء التلفاز رابعا أذكر التغييرات والتجديدات التي شهدتها الوسائل الثلاث كذلك هنا نجيب عن هذا السؤال دائما من النص ما هي التغييرات والتجديدات أي كيف تطورت هذه الوسائل مع مرور الوقت ومع مرور السنوات كيف تطورت وشهدت تجديدات وتغييرات هذا نموذج فقط إذن من التغييرات والتجديدات التي شهدتها وسائل الاتصال الثلاث نذكر مثلا نعم على سبيل المثال للحصر بالنسبة للراديو نعم طوره نعم بالنسبة للراديو طوره العلماء ليصل إلى جميع الناس إذن الراديو في بداية الأمر لم يكن في متناول جميع الناس إذن هذه النقطة عمل عليها العلماء نعم ليصل إلى جميع الناس تطوره العلماء ليصل إلى جميع الناس ويشمل ويغطي أكبر عدد من المناطق الجغرافية إذن هناك ذلك كانت مناطق تستفيد من الراديو ومناطق لا تستفيد منه إذن هذا المشكل حاول العلماء أن يعالجوه بأن يشمل الراديو جميع المناطق الجغرافية بالنسبة للسينما جاءت في بداية صامتة نعم كما في النص إذن كانت صامتة إذن بما أنها صامتة فشكل هذا تحديا نعم وصعوبة لدى العلماء إذن ماذا فعلوا لكي يجعلوها كذلك أكثر تطورا إذن طورها العلماء بعد ذلك لتصير الصورة متزامنة مع الصوت إذن كانت في البداية صامتة أي بالصورة فقط لكن العلماء طوروها فيما بعد لتصير متزامنة مع الصوت بالنسبة للتلفاز جاء في البداية بلونين متداخلين إذن كذلك التلفاز في بداية الأمر واخترع باللونين الأبيض والأسود كذلك فقط كان باللونين الأبيض والأسود فقط بعد ذلك طوره العلماء ليصير أكثر جاذبية بجميع الأولوان إذن بعد ذلك طوره العلماء ليصير أكثر تطورا حيث أصبح بالألوان الجاذبية التي تغري وتأثر المشاهدة بألوانها وشكلها خامسا ما الأدوار التي لعبتها هذه الوسائل ما هي الأدوار التي لعبها الراديو ثم التلفاز ثم السينما إذن خامسا نقول لعبت وسائل الاتصال أدوارا كبيرة نعم تجلت في توعية الناس إذن هذه الوسائل نعم جاءت لتوعي الناس وتنشر العلم والمعرفة بينهم في جميع الميادين العلمية والثقافية والفنية إلى آخره حيث دخلت إلى البيوت ولعب دور المدرسة والجامعة إذن هذه الوسائل لعبت دور المدرسة والجامعة لماذا؟ لأنه أصبح بإمكان المتعلمين والمتعلمات نعم صار بإمكانهم أن يعتمد عليها في تعلمهم وهم في بيوتهم كما كان الأمر أو كما أصبح الأمر اليوم مع فيروس كورونا حيث أصبح المتعلمون والمتعلمات نعم يتعلمون عن بعد داخل منازلهم وهم يستفيدون من الدروس التي تلقى في القنوات التلفزية وكذلك في بعض منصات التواصل الاجتماعي قرأوا النص من جديد قراءة صامتة كذلك القراءة هنا في السؤال السادس سنقرأ هذه القراءة الصامتة من جديد لكي نفهم ونستطيع أن نجيب عن بقية الأسئلة قطط أولا أقسم النص إلى فقرات إذن هنا سنقسم النص إلى فقرات لكي نستطيع فهم مضمون كل فقرة على حدة إذن أنا قسمت النص إذن بالرجوع أنتم تستطيعون أن ترجعوا إلى النص الوضي في الراديو والسينما والتلفاز الفقرة الأولى تبتدئ من اجتهد العلماء نعم إلى أسماعهم فقط الفقرة الثانية تبتدئ لما جاءت السينما إلى الصوت والصورة الفقرة الثالثة تبتدئ من أما التلفاز إلى الأبيض والأسود الفقرة الرابعة تبتدئ من وقد لعب التلفاز إلى البيوت ثانيا أعطي كل فقرة عنوانا مكونا من جملة نعم نعطي عنوان مكونا من جملة أو ببساطة نعطي عنوانا مناسبا لكل فقرة حتى نتمكن من فهم الفكرة أو المضمون العام التي جاءت به كل فقرة إذن بالنسبة للفقرة الأولى لاحظوا معي تتكلم أو تتحدث عن مكانة الراديو وتاريخه بين الناس إذن هنا يتحدث عن مكانة الراديو وتاريخه بين الناس وكيف أن الراديو جاء أو اخترع في البداية هو أول وسيلة اخترع الإنسان نعم وكيف أنه استطاع أن يحافظ على مكانته رغم ظهور السينما والتلفاز لماذا؟ لأننا سبقنا وأن تحدثنا على أن الراديو لم يفقد مكانته بين وسائل الاتصال لأن الناس يستعملونه وهم نعم يزاولون أعمالهم ولا يضيعون أوقاتهم يستطيع الناس أن يفعلوا ما يشاءون ويعملون في أعمالهم الحرة أين محلوا وارتحلوا وهم ينصتون إلى الراديو وبرامج الراديو نعم بالنسبة للفقرة الثانية نعم ندينا تاريخ وتطور السينما إذن هنا فقرة الثانية تتحدث عن تاريخ ثم تطور السينما بالنسبة للفقرة الثالثة نعم تتحدث عن اختراع التلفاز كوسيلة من وسائل الاتصال وكيف أن التلفاز جاء مصحوبا بالصوت والصورة نعم وكان في الأول لأن كان في أول الأمر باللونين المتداخلين أبيض والأسود وبعد ذلك صار نعم بألوان جذابة وساحرة تأسر الألباب والعقول لمشاهدة مختلف البرامج التثقيف والعلم والمعرفة الفقرة الرابعة تتحدث عن وسائل الاتصال وأدوارها إذن هنا في الفقرة الرابعة تتحدث عن أدوار وسائل الاتصال من الراديو والسينما والتلفاز نعم الآن نمر إلى كتابة المسودة نعم هنا كتابة المسودة نعتمد فيها على العناصر التالية العنصر الأول أصوغ جملا سليمة وأربط بينها إذن هنا كما أسلفت وكما قلت لكم نكتب جملا قد تكون جملا فعليا وقد تكون جملا إسميا وأربط بينها نعم مركز معي على هذه أو على هاتين الكلمتين أربط بينها أي بواسطة أدوات للربط نعم كثم وإلى في من إلى آخره بأدوات الربط حوالي ست جمل إذن أكتب ست جمل أو أكثر نعم إن استطعت أن تكتب أكثر من ست جمل فلا بأس العنصر الثاني إذن هذا العنصر الأول العنصر الثاني وظف كلمات وتعابير غير التي وردت في النص إذن هنا لا أستعين نعم أنا أوظف ماذا؟ أوظف كلمات وتعابير غير التي وردت في النص لا أستعين بالكلمات التي نعم كتبت في النص لماذا؟ لأنني أنا ألخص أو أكتب مسودة وعبر فيها بطريقتي عن المعنى العام للنص عن ما جاء عن أفكاري ومضموني النص أي ما جاء به النص من أفكار ولا نعم أكتب أو أنقل الأساليب والكلمات كما هي الجمل كما هي الموجودة في النص وإنما أكتب جملا من إنتاجي ومن إبداعي لكن المضمون والأفكار تبقى كما هي إذن هذا معنى أوظف كلمات وتعابير غير التي وردت في النص العنصر الثالث أتأكد من تعبير التلخيص الذي أعددته على جميع أفكار النص هنا نتأكد من أننا شاملنا أو لخصنا أو كتبنا حاولنا أن نشمل النص بجميع أفكاره ومضامينه نعم كما قلت لكم أبدأ بالفقرة الأولى ثم الفقرة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة وبعد ذلك نعم أربط بين هذه الملخصات أو هذه الجمل نعم كل جملة على حدة لتعطي أو لأحصل في الأخير على مسودة أو على نص صغير يتكون كما قلت من ست جمل أو أكثر متناسق في علامات الترقيم وبأدوات الربط ودو معنى تستطيع أن تقرأه بسلاسة وخالمنا الأخطاء إذن هذه العناصر الثلاث التي تعتمدون عليها في كتابة المسودة وقد تلاحظون معي أعزائي عزيزتي أنني كتبت كذلك هنا مسودة كمثال نعم هذه مسودة ليست هي المسودة التي يجب عليكم أن تعتمدوها أو تعتمدوا عليها في النص وإنما هي مسودة حاولت أن أنتجها لتكون لكم عونا وسندا في إنتاج مسودة نعم وملخص عام للنص إذن ماذا قلت؟ مع بداية اختراع الراديو والسينما والتلفاز تغيرت حياة الناس والشعوب لاحظوا معي هنا أنا أكتب دائما أبقى محافظا على المعنى العام للنص ألخص المعنى ألخص التعبير ألخص المضمون ولكن بطريقة الخاصة لا أنقل الكلمات والجمل من النص ثم أكتبها لا هذا ليس بإنتاج نعم يجب أن يكون الإنتاج إنتاجكم وأنتم أن تجتموه وكتبتموه عبارة عن جمل إلى آخره مع بداية اختراع الراديو والسينما والتلفاز تغيرت حياة الناس والشعوب حيث بات بإمكان الناس التوفر على مصادر أخرى للاتصال والتواصل والحصول على المعلومة نعم التلفاز والراديو والسينما نعم غير حياة الناس والشعوب منذ اختراعها لأن أصبح بإمكان الناس التوفر على مصادر أخرى للاتصال بعدما كانت المصادر الاتصال والأخبار هي نعم الصحافة أو الجرائد نعم كانت في بداية الأمر المصدر الوحيد والأوحد هي الجرائد المكتوبة ولكن بعد ظهور السينما والتلفاز والراديو نعم أصبحت مصادر أخرى متوفرة للتواصل والحصول على المعلومة عند الناس نعم هذه كمقدمة جاء الراديو كاختراع أولي غير حياة الناس وأصبح بإمكانهم للطلاع على مختلف الأخبار والبرامج الثقافية والعلمية والفنية وهم يزاولون أعمالهم الحرة ومن داخل بيوتهم وأينما حلوا وارتحلوا نعم جاء الراديو نعم ليعوض عنهم ويوفر عليهم الوقت بعدما كانوا يجلسون لساعات يقرؤون الجرائد إلى آخر ويحصلون على المعلومات الآن أصبح بإمكانهم أن يزاولوا أعمالهم الحرة وأينما حلوا وارتحلوا وهم نعم ينصتون إلى الأخبار وهذا شيء جميل في الراديو كذلك مع ظهور السينما تبدلت حياة الناس جاءت السينما وبدلت حياة الناس وأصبحت الصورة الصامتة المصحوبة بالترجمة والموسيقى وسيلة للتعبير في البرامج الفنية والترفيهية والسينمائية نعم عندما أتت السينما أتت بالصورة فقط كانت صورة صامتة ولكنها كانت مصحوبة بعبارات للترجمة أسفل الصورة كما لاحظنا في النص الوظيفي وكذلك بعض الموسيقى المصاحبة لكي تعبر عن الصورة كذلك وخاصة في البرامج الفنية والترفيهية والسينمائية نعم وزادت هذه البرامج قيمة عندما أصبحت صورة يتزامن فيها الصوت كذلك بعدما تطورت السينما وأصبحت صورة ليست صامتة وإنما الصوت والصورة متزامنين كما أن اختراع التلفاز زاد من وطيرة التعلم نعم بعد ذلك جاء التلفاز كوسيلة ثالثة وزادت وطيرة التعلم لدى المجتمعات وتحضرها تحضرت المجتمعات بفعل التلفاز نعم فتعدت برامج التطقيف ونشر العلم والمعرفة وصار بإمكان الناس التمتع أكثر عندما صار بالألوان الجدابة نعم عندما تطور التلفاز وصار بالألوان الجدابة والزاهية وتغير كذلك شكل التلفاز التلفاز تغير نعم شكله أصبح بشكل وصورة أكبر وساحة الشاشة أصبحت أكبر وأكثر إذن هذا كل ما يتعلق بمكون التعبير الكتابي التلخيص الصفحة 52 أضرب لكم موعدا في الحصة المقبلة وأتمنى أن تكون هذه الحصة قد نالت إجابكم واستحسامكم لذلك من حين دمتم في حفظ الله ورهايته وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة